ولكن تشفت يوم من الأيام أم تتصاغر بين يدي ساداتها ومواليها لأنهم شرفهم الله ورفعت قدرهم وجلالهم فإحنا اليوم أحبابي بهالمجالس لما نجي ونذكر السيدة أم البنين ونتعب عليها صفر نذور يجي لك واحد شنو هالخرابيط اللي تسوونه حقوله على واش تعال بابا شنو أنا ذكر قبل كم ليلة يكون كلام عابر تعال شنو المشكلة إذا أنا أسوي طعام باسم السيدة أم البنين وشنو المشكلة إذا أنا اليوم أجيب أكل نذر باسم السيدة أم البنين وأخصص لها مجلس وأقول يا جماعة باشر المجلس يتبرك باسم أم البنين اللي عنده حاجة اللي عنده طلب اللي عنده نذر يقدر يشارك والبعض يعتزي على هذا الشيء وإن كانت أم البنين وهالصفرة والله أسمع بعض المرات الخطباء وبعض حتى ذلك يعني أنا أستشكل أستشكل عليهم أقول تعال أنت اللي تستشكل على صفرة أم البنين أو على هذه المراسيم التي تقام كوفق عادات وتقاليد باسم أم البنين شنو الإشكال الشرعي فيها السؤال جاوبني شنو الإشكال الشرعي إشكال الشرعي هالحمر والخضر وهالخضار وهالك شيء أخضر بخضر وين كانت أم البنين هذا إصراف هذا ذاك اليوم أم البنين ما كان عنده اليوم إحنا عندنا وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى آثار نعمته على منه على عبده يعني قابل أنا أحط لي صفرة حمارة بحمارة وأقول هذا باسم السيدة أم البنين كأشوف إحنا في الأعراس وفي الاحتفاليات وفي المناسبات وفي المادرشينو قاعد نبذخ ونبذر ونصرف ونحط الستائر والزينة وما أدري شنو وكذا وكذا ما شكل شوف ولا واحد بطل حلجة قال هذا إصلاف وتبذير ولا واحد بطل حلجة قال يا جماعة الخير قاعد تكسرون ظهور الآباء وظهور الأمهات وظهور الشباب بالمصاريف الزايدة على أساس تمضقضونها ليلة عرس مثلا أو ليلة كذا ما حد تكلمه قال يا جماعة هذا إصراف وميجوز وحرام عليكم تسوون الحين صار الحرام على خرجة خضرة تنقط على طاولة أو تنقط صفرة خضرة ويحطون شوية أكل عليها صار هذا الإصراف هذا العقل هذا المنطق يقول لك لا هذا التبذير أنا أسألك بالله عليك ما هو التبذير؟ السؤال مناقشة عادية ما هو التبذير؟ إذا نحن نفعل أطعمة ونقطها في سلة المهملات وأجلكم الله الزبايل أنت هنا تعال حجني يقول هذا التبذير لكن الناس حتى قلاصل ما يتبرقون فيه لأم البني القندة ما يتبرقون فيها؟ الفواكه ما هي التي تتوزعها؟ وهذه متروسة في بيوتنا؟ صح ولا لا؟ ليس أربع جزاء أي بيت أنت تدشة تشوف ما شاء الله سلت الفواكه كبيرة وعرضها محطوطة؟ أنت تقدر تقول ببيتك لماذا تضع هذه السلة؟ حق عيالك يأكلون هذا إصراف وتبذير؟ أشوف لما تتحط فاكه بصفرة أم البنين صارت هذه مظهر من مظاهر التبذير هذه مصيبة كبرى تحط لك ماء وسقاية الأعظم الصدقة يقول رسول الله الآن خلك أم البنين إذا واحد يجي شيل لك كرتون ما يوزعها على الناس هذا فيه إشكال؟ هذا يعتبر إصراف؟ يعتبر تبذير؟ أخر شن الوج في التبذير؟ شن الوج في عدم الجواز؟ لأن الناس عندهم معتقد ويريدون أن يرتقوا بشخصيات لها عظمتها ووجاهتها ولها مكانتها في التوسل عند الله يبي يخلون حواجز بيننا وبينهم شيل إشكال؟ عندك واحدة مثل أم البنين حاضرة ما أسوي لها صفرة عندك واحدة مثل السيدة زينب ما عندي مانا عندك واحدة مثل السيدة الزهراء نجيبها سنرى كراماتها سنرى بركاتها سنرى عطائها سنرى لما نربط قلوبنا ويقلبها المذوب المقلوم الكثير على أولادها لا لا على حسينها لا على أولادها هنا أنا أفهم ليش الناس تحارب مثل هذه المظاهر ولهذا إحنا لما نوقف نتوسل فيهم نرتبط فيهم شنبحنا من عندهم وغير الوجهة عند الله يا وجيهن مو عند غيره مو الشكل يا وجيهن عند الله اشفع لنا عند الله يا أخي بعض المرات يقولون المرأة إذا تبتولد يروحون يقولون هيا أسألك الدعاء ليش يقولون المرأة عند الولادة تكون على مقربة من الموت هذه دعوتها مستجابة ما شكل فلانة تبتولد بل الله ادعي لي رحم الله والدك لا تنساني بأثناء الولادة من الدعاء هي وين وانت وين لكن هذا في موضع إذا جابت الدعاء إذن مو الله يقولوا أنا عند المنكسرة قلوبهم حافظوا لمحافظ أنا عند الشنو منكسرة قلوبهم بعد والمندرسة قبورهم اليوم أم البنين من ترتبط فيه ما ترتبط بقلب مكسور ترتبط ولا ما ترتبط وإذا ما ارتبطت بقلب مكسور ترتبط بشنو قبر مدثور مو الشكل ومندرس ليش أنت تشوفوا اليوم أكو قباح لقبر أمو البني حتى زيارة ما تقدر توقف وتزور من بعيد يخلونك حتى ما يخلونك توقف دقيقة أنا هالسنة كل ما حاولت ما قدرت أوقف أقرى فاتحة امش امش طلعت قتلة سيدتي بعد سامحيني البقع ما أطبها قتلة بعد ما أقدر أطب البقع سيدتي وأنا من أجي أنقهر ما قدرت أصل ما قدرت أبجي ما قدرت أسلم ما قدرت أزور أنا اللي أحبك أنا اللي أموت فيك ما أقدر ما أقدر لكن خلي حزني مع حزنك ينطبق سويا خليني سيدتي يم البنين حزني مع حزنك واحد أنت حزنتي على العباس وحزنتي على العون وحزنتي 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 وخلي حزني أنا هموية حزنك على الحسين ولهذا يصل لها كرامة ولا ما يصل لها كرامة صلها مقام ولا ما يصل لها مقام سلام الله عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة